موسيقى في مجالنا اليوم ترامب يتباهى بحماية بن سلمان التوتر المتصاعد شرق المتوسط ليبيا حديث المشاورات والمباحثات اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجال معكم فيها صام نجاح وبدايتنا بالعنوي مفجر فضيحة ووترغيت يكشف في كتاب جديد له تباهى ترامب بانقاذ ولي العهد السعودي في قضية خشكجي شرق المتوسط تركيا ترحب بالحوار دون شروط مسبقة وتدعو الاتحاد الأوروبية إلى الحياد بعد مشاورات سويسرا والمغرب الأمم المتحدة تعلن بدء التجهيزات لسناف الحوار السياسي ليبيا الشامل نستهل مجالنا بملف مقتل خشكجي إذ كشف الصحفي الاستقصائي بوب وودورد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاخر خلال مقابلة له في يناير الماضي بنجاحه في إنقاذ ولي العهد السعودي في قضية اغتيال جمال خشكجي بعد أن حمله الكونغرس يومها مسئولية اغتياله وكانت المنظمة الحقوقية الدولية اعتبرت أن محاكمة السعودية للمتهمين في قتل خشكجي لا تتسم بالشفافية وأن الحكم النهائية أهمل تحديد مكان بقايا الجثة وتحاشى تطرق إلى تورط السلطات السعودية فيما وصفته بالجريمة المروعة تفاصيل أوفى لدى الزميل ياسين النهاري تفضل ياسين نعم عصم في كتابه الجديد الغضب يفجر الصحفي الاستقصائي بوب وودورد مفاجأة جديدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تباهى بنجاحه في إنقاذ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد أن حمله الكونغرس مسئولية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي وودورد الذي كان أحد صحفيين كشف فضيحة ووترغيت التي أطاحت الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون يقول إنه لما سأل ترامب عن هذه الجريمة حاول التملص من الإجابة بالقول إن إيران تقتل كل يوم 36 شخصا وعندما حاصره وودورد بسؤاله عما يعتقده هو شخصيا كرر ترامب مرارا أن بن سلمان ينفي أي علاقة له بالجريمة ولما ضيق وودورد الخناق أكثر على ترامب بسؤاله هل تصدق ذلك حقا أجاب بنفس الإجابة وإن بعبارة أخرى هو يقول بحزم شديد إنه لم يفعلها ترامب من جانبه وصف الكتاب المقرر نشره منتصف الشهر الجاري بالكاذب بعد أن حاولت إدارته منع نشره قائلا كان بوب وودورد يملك تصريحاته لعدة أشهر متسائلا لماذا تأخر في إظهار هذه الحقائق إلى العلن وكانت وكالة الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أن خاشقجي قتل بأمر مباشر من بن سلمان في حين أصدر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بمن فيهم حلفاء ترامب الجمهوريون قرارا رسميا اعتبر فيه ولي العهد السعودي مسؤولا عن تلك الجريمة غير أن ترامب كان على الدوام يدافع عن حليفه في هذه القضية منظمة العفو الدولية جددت دعوتها إلى إجراء تحقيق دولي مستقل ومحايد في جريمة اغتيال خاشقجي واعتبرت الأحكام السعودية الصادرة بحق المتهمين في هذه الجريمة منعدمة الشفافية وأن الحكم النهائي تحاشى التطرق إلى تورط السلطات السعودية في الجريمة المروعة وأهمل تحديد مكان بقايا الجثمان بتصديق بن سلمان وتكذيب أجهزة استخباراته يجدف ترامب عكس التيار السياسي في بلاده فضلا عن استخدامه حق النقض الفيتو ضد قرار الكونجرس إنهاء المشاركة الأمريكية في الحرب في اليمن فما هي ارتدادات ذلك كله على وضع بن سلمان بعد خروج حليفه من البيت الأبيض إليك عسام شكرا جزيلا يسين ربما هذا التساؤل وغيره من الأسئلة سنترحها على ضيفنا الذي ينضم إلينا الآن من العاصمة البريطانية لندن رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح الدكتور سعد الفقيه دكتور سعد ما الذي يحصل عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثمنا مقابل حمايته لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جريمة بحجم اغتيال الصحفي جمال خشقجي إن كان نقصد الثمن الشخصي لمحمد ترامب فقد حصل عليه وانتهى هو دفع عليه له شخصيا حوالي مليار دولار وتحولت هذه المليار إلى وسيلة التزاز لمحمد بن سلمان يضمن به دعم ترامب في كل ما يحصل له دعمه في حرب اليمن دعمه في حصر قطر دعمه في قطر الخشقجي دعمه في سجل الحريري ودعمه حتى في خلافه مع كندا ولذلك لا يوجد ما تحصل عليه أمريكا من هذا الأمر بالعكس أمريكا تخسر حين تتعامل مع شخص خطير ويقدم على مجازفات إقليمية وعالمية لا تحمد عقباها وذلك وقف الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ وقف بالإجماع الشيوخ صوت بكل أعضائه بتحميل محمد السلمان المسؤولي في القتل بعد أنه طلع على رواية السيايي فالمريكا كدولة لا تكسب شيئا بالعكس ما تريده من السلاح حصرت عليها أيام عبدالله حصرت عليها أيام فهد وعقود السلاح أصلا لا تشكل أمرا كبيرا إنما المكسب الشخصي لترامب فهو مكسب كبير في المقابل دكتور سعد هل تحصل المملكة العربية السعودية على أي مكاسب نتيجة لحماية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لا توجد مصلحة وطنية ولا مصلحة قومية ولا مصلحة دينية لا العرب ولا المسلمون ولا الشعب ولا البلد بحالها تستفيد من تصرفات محمد بن سلمان بل بالعكس يعني نحن أذينا اقتصاديا أذينا سياسيا أذينا أخلاقيا أذينا دينيا أذينا حتى اجتماعيا في بلادنا فلم يصر من محمد بن سلمان إلا الأذى من خلال تصرفاته التي حصلت وأسلوبه في إدارة الدولة هناك أيضا تساؤل ربما يطرح في هذا السياق ما مدى تأثر سياسة المملكة العربية السعودية ومواقفها في الملفات الحساسة في المنطقة في مقدمتها مثلا الملف الفلسطيني ومسألة صفقة القرن ما مدى تأثر المملكة وما وقفها من هذه العلاقة ما بين الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي مدامة العلاقة ليست بين دولة ودولة مدامة العلاقة بين فرد وفرد محمد بن سلمان وترامب فلن تتعفر ترامب ضمن لمحمد بن سلمان أنه يدعمه وعلاقتهم شخصية ولم يكترث لا ترامب اكترث ولا محمد بن سلمان اكترث بما يحصل وذلك محمد بن سلمان حينما ضمن دعم ترامب تحديدا في مايو 2017 حينما سلمه تلك الرشوة أصبح لا يكترث بأحد لا بالتحاد الأوروبي ولا بالأمم المتحدة ولا بالمؤسسات الحقوقية الدولية وكان في البداية كان قبل ذلك يعتمد اعتمادا قويا على مؤسسات حقوق الإنسان وآسف مؤسسات شركات الدعاية العالمية شركات الـ Public Relations ولكنه لم يعد يحتاجها لأنه ضمن قمائة أكيدة من قبل ترامب طيب دكتور سعب لنكن أكثر وضوحا البعض يرى أن الثمن الذي يدفعه وليل عهد السعودي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتخطى المال الثمن يصل إلى مواقف اقتصادية مواقف سياسية منها مثلا تراجع السعودية عن موقفها من إنتاج النفط وما دفع لانخفاض أسعاره بعد ما تحدث عنه الكثيرين من مكالمة هاتفية جرت ما بين ترامب وما بين وليل عهد السعودي أيضا موقف السعودية من صفقة القرن ومن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي كل هذه الملفات أيضا تتأثر بما يريده وليل عهد من ترامب لا لا ليس صحيح حكاية حرب النفط حصلت بعد قتل غاجوكي بمدة حصلت تقريبا بسنة ونص أو سنة تقريبا بمقتل غاجوكي باست مرتبطة يعني وترامب في البداية أصلا كان يفتخر بأنه مستفيد الدولة مستفيدة من نزول أسعار النفط هذه من ناحية النفط أما من ناحية صفقة القرن فمحمد بن سلمان محمد بن زايد متفقاني مبكرا على أن يدعم صفقة القرن وبالمناسبة ترى أمريكا المؤسسات والدولة الصهيونية كمؤسسات ليست متحمسة لصفقة القرن المتحمس هو ترامب وكوشنر وعدد قليل من الصهيونة المشروع الصهيوني ليس حريصا لأنها تعني أن تنزع الشرعية من السلطة الفلسطينية لأنه لن يبقى هناك مفاوضات إذا انتهت المفاوضات انتهت شرعية الدولة الفلسطينية في السلطة الفلسطينية فاندلعت الانتفاضة من جديد والصهيونة ليسوا أغبياء هم دهاتوا يدركون هذا الأمر وإنك لعلك ترى الكثير من المراقبين يلاحظون أنه ليس هناك حماس إسرائيلي لصفقة القرن مثل حماس حمد بن زارد محمد بن سلمان وكوشنر نعم طيب دكتور سعد في حال عدم نجاح ترامب في الفوز بولاية ثانية كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية ونحن على أبواب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر القادم كيف تتوقع أن يكون مستقبل ولي العهد السعودي إذا خسر ترامب واستقر الأمر لبايدن وهناك شك في أن يستقد له الأمر لأنه الآن أتباع ترامب يعني يتوحدون لأنهم سيقفون سيقفون مدافعين عن ترامب وسيبكونه في السلطة راضية من راضية وأبى من أبى فإذا استقر الأمر لبايدن أعتقد الحكومة الملكية الجديدة ستسعى لأن تعيد وضع السعودية إلى ما كانت عليه يعني السعودية لم تكن في حالة ممتازة كانت دولة مستبتة دولة ظالمة ودولة قمعية لكنها كانت تحترم القانون الدولي ولا تقدم على تهور يؤذي أمريكا يعني حصار قطر ليس مصالح أمريكا حرب الأمريكا ليست مصالح أمريكا ولا قتل خاشقشي ولا سجل حريري ليس مصالح أمريكا أما دعها تسجل من تشاء في داخل بلادها أو دعها تحارب من تشاء بشرط أن يكون داخل الإطار الأمريكي فهم يريدون العائلة الحاكمة أن تعود إلى ما كانت عليه هل سيكون الوقت أو الوضع مناسب أو يكون محمد بن سلمان قد قضى على كل قوة العائلة الحاكمة بعد أن يغادر ترامب هذا في نظر خاصة أن نعلم أن محمد بن سلمان الآن حاليا هذه الأيام يخطط لاعتلاء السلطة ولسحق البقية الباقية من العائلة الحاكمة أخرهم فهد بن تركي الذي كان ضابطا كبيرا في الجيش قائد القوات المشتركة في اليمن هو القوة العسكرية الوحيدة للعائلة الباقية التي تستطيع أن تعمل شيء أشكرك جزيلا من لندن عبر سكايب رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح الدكتور سعد الفقية إلى ملف شرق المتوسط حيث رفضت وزارة الخارجية التركية بيان دول جنوب أوروبا بشأن الأوضاع في الشرق المتوسط ووصفته بأنه منحاز ويفتقد إلى أي أساس قانوني ودعت الخارجية التركية اليونان إلى حوار دون شروط مسبقة لتهديئة الأوضاع شرق المتوسط كما طلبت الخارجية التركية من أثنى عدم رفع مستوى التسلح على الجزر القريبة من تركيا ووقف ضغوطها على المسلمين الأتراك في اليونان حراك متعدد الاتجاهات لخفض التوتري في شرق المتوسط بين تركيا واليونان في مقر ناتوب بروكسل اجتمع مسؤولون عسكريون من البلدين لبحث هذا التوتري والعمل على ضمان عدم حدوث أي احتكاك عسكري بين الجانبين في المتوسط موقف أنقرة واضح منذ البداية فهي مع خفض التوتري بطريقة بناءة حيث أعربت عن استعدادها للتفاوض دون شروط مع اليونان وقبرص اليونانية وقد دعمت مبادرة الناتو رغم التنصل اليوناني منها في البداية تركيا مستعدة لخفض التصعيد في شرق المتوسط وتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي نحن مستعدون للجلوس إلى طاولة الحوار دون قيد أو شرط ولكن اليونان تتعمد رسم الجرف القاري لجزرها القريبة من تركيا بشكل خاطئ وفي وقتنا تقود فيه أطراف دولية كواشنطن مساعية لحل الأزمة تؤكد أنقرة تمسكها بالحوار وبالتفاوض على أساس الإقرار ببطالبها المشروعة في شرق المتوسط والتقاسم العادل للحدود البحرية تركيا لا تتردد إطلاقا في الإعلان أنها جاهزة لذهب إلى طاولة الحوار لكنها تقول في نفس الوقت أن هذا الحوار لن يكون إطلاقا على حساب ومصارح أنقرة وقبرص التركية لكن ما يعرقل مساعي الحوار برأي الجانب التركي هو الموقف الفرنسي الذي يدفع باتجاه تأجيج النزاع ودفع الأوروبيين إلى تصعيد خطابهم ضد أنقرة مجددا تؤكد تركيا استعدادها للتفاوض مع اليونان موضحة أن السياسة التركية في شرق المتوسط تكمن في بعدين الأول يتعلق في ترسيم عادل لمناطق الصلاحية البحرية والثاني يتعلق بضمان حقوق القبارصة الأتراك من الثروات في المنطقة دلال القاسم TRT عربي إسطنبول وينضم إلينا من العاصمة الفرنسية باريس الأكاديمية والمباحث المتخصص في الدراسات الجيوستراتيجية للعالم العربي الدكتور أحمد البرقاوي دكتور أحمد مرحبا بك برأيك لماذا ترفض اليونان الحوار رغم دعوة تركيا إليه أكثر من مرة؟ ما الأسباب؟ طبعا أحيي مشاهدي قناة TRT من إسطنبول وأقول أن اليونان لم تعد لوحدها في هذا الموقف اليونان بردها الآن تجاه المقترحة التركي وهو الجلوس إلى طاولة الحوار من ورائها أطراف تدفع أكثر على الضغط على تركيا وهي طبعا بطبيعة الحال فرنسا التي تعتبر أحد أعمدة الاتحاد الأوروبي وبعض الدول أيضا للأسف من العالم العربي مثل إمارات العربية ومصر فهؤلاء الثلاثي أقول أنهم بصدد الضغط على تركيا حتى تتراجع عن بعض الخيارات الاستراتيجية في المنطقة سواء كانت منطقة الشرق الأوسط وبعض الملفات التي استطاعت تركيا أن تنفذ وتفتح فيها آفاق جديدة لشعوبها مثل الملف الليبي على وجه الخصوص وفرنسا طبعا هي غاضبة غضبا شدا تجاه هذا التصرف التركي وهي تعتبر لها الأحقية في الاقتصاد والمشارك في الاقتصاد الليبي بما أن الرئيس السابق الفرنسي نيكولار ساركوزي ساركوزي الذي أتاح بنظام القذافي وتعتقد فرنسا أن لها الأولوية في كل الأسواق الليبية وغيرها وخاصة الملف اليوناني طيب ما أهداف فرنسا من الاستفزازات التي تقوم بها في الشرق المتوسط يعني فرنسا ليست لها سواحل في هذه المنطقة وليس لها مياه إقليمية وبطبيعة الحال هي ليست شريك في الثروات في هذه المنطقة إلى ما ترجع استفزازاتها إذن؟ فرنسا تحاول أولا من خلال الملف اليوناني التركي الآن توحيد الصف داخل الاتحاد الأوروبي هناك انشققات داخل الاتحاد الأوروبي منذ خروج بريطانيا ومنذ تصريحات أيضا ترامب الذي يحاول أيضا أن إضعاف الموقع الاتحاد الأوروبي الذي يريد أن يقدم نفسه كقطب ثالث هناك القطب الأمريكي الاقتصادي القطب الصيني ويريد الاتحاد الأوروبي أن يكون أحد شركاء هؤلاء ولكن الرئيس الأمريكي لا يريد هذا والرئيس الأمريكي أعطى بعض الرسال الإيجابية تجاه تركيا وهو بسدد يعني لو صحت العبارة بسدد أيضا حماية تركيا بقوله أن تركيا هي أحد أعضاء النيتو ولا يمكن استهدافها بهذه السؤولة وفرنسا طبعا تريد الضغط على تركيا أولا لإحراجها في الملف اليوناني وهي ليست معنية بشكل كبير لأن ألماني الشريك الأول أعتقد والركيز الأولى في الاتحاد الأوروبي لها موقف معتدل تجاه القضية اليونانية التركية وهي تدعو إلى الحوار لكن للأسف فرنسا وهنا التساؤل عن الموقفين دكتور أحمد الموقف الفرنسي والموقف الألماني هل هو تبادل أدوار بين الدولتين أو أنه يعكس حقيقة خلاف بين الدولتين إذا الأزمة في شرق المتوسط أعتقد أن هناك خلاف وألمانيا محرجة جدا من الموقف الصريح لفرنسا وهي تعتبر الشريك الأول معها في بناء الاتحاد الأوروبي طبعا ألمانيا لها مصالحها في شرق أوروبا وفرنسا تراهن على بعض الدول الصغيرة ليست الكبيرة وتعتقد أنها ستواجه أولا التمرد الروسي في المنطقة وروسيا بعدما كانت متوقعة في شرق الأوسط والملف الليبي أصبحت تريد أن تنفذ إلى الملف أيضا اليوناني بما أن تشارك اليونان في العقيدة بما يسمى المسيحين الأورتودوكس فرنسا لا تشارك اليونان في هذا ولكن أعتقد أن فرنسا كما أشار بعض الخبراء أن لها دبلوماسية حالية استفزازية وأخطأت وهناك ارتباك في المواقف نعم دكتور أحمد في ضوء المعطيات الحالية وفي ضوء المساعي والجهود الفرنسية للتصعيد أوروبيا ضد تركيا وأيضا لاجتماعات التي استضافتها بروكسل أو استضافها النيتو ما بين وفدين تركي ويوناني أي المسارين يمكنه إيجاد حل للأزمة المسار الأوروبي أو المسار النيتو أعتقد أن للنيتو أكثر أولا طرح بجدية وهو المظلة سواء كان لتركيا أو لليونان أو لفرنسا والإدارة الأمريكية طبعا بيصدد الضغط على كل الأطراف أرسلت رسالة إلى تركيا التي تجلس إلى طاولة الحوار عبر رفع قيود التي كانت على الاستيراد للأسلحة لقبرس اليونانية وهي رسالة إلى تركيا ثم في نفس الوقت أرسلت رسالة إلى اليونان وإلى الأطراف الأخرى وخاصة في رأسها لكن نحن لاحظنا رغم تواصل إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي بدونالد ترامب ويحاول طمعنته طبعا ويحاول أيضا إقناعه لأخذ موقف صارم تجاه تركيا لكن الإدارة الأمريكية تعي كل الوعي أن تركيا أصبح لها دور إقليمي للتوازن بين بعض الأطراف وخاصة للتصدي للتمدد الروسي وهي تعول على تركيا وأمريكا تعتبر لها أن تركيا شريك كبير أصبح في المنطقة ولا يمكن بأي حال من الأحوال تركه إلى الضغوط الفرنسية طبعا ستنتهي الأزمة بالحوار أعتقد وأستبعد كل الاستبعاد أن يكون هناك مواجهة عسكرية أشكرك جزيلا من العاصمة الفرنسية باريس الأكاديمي والباحث المتخصص في الدراسات الجيوستراتيجية للعالم العربي دكتور أحمد البرقاوي قال مسؤولون في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إن جولة المحادثات مع وفد البرلمان في المغرب أفضت إلى اتفاق على معايير تولي المناصب السيادية في الدولة وقد عزز هذا التوافق الأمال بإعادة السناف العملية السياسية بعد إصادتها بانتكاسة جراء انقلاب المتمرد خليفة حفتر اتفاق شامل عن المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهذا العنوان يختتم أفدال مجلس الأعلى للدولة والبرلمان المنعقد في طبرق جولة محادثات استمرت لأيام في المغرب اتفاق يشكل بالنسبة إلى المسؤولين هنا في طرابلوس بادرة أمل لاستئناف العملية السياسية رغم خلافات وتباينات عديدة لا تزال قائمة لابد من الاتفاق على قاعدة حقيقية إذا من يريد الدولة الديمقراطية الحقيقية فلنأتي والنجس على طاولة واحدة ثم بعد ذلك نستطيع أن نجد آلية التعامل المشتركة لأننا نحن نريد لدينا هدف واحد لابد من الاحتكام إلى صندوق الاقتراع وليقول الليبيون ما يشاءون الخرق الجديد في جدار الأزمة يتزامن مع هدوء لا يزال صامدا على أطراف سرد رغم انتهاكات ميليشيات حفتر وحراك واسع في أكثر من عاصمة لدفع العملية السياسية ورغم دعم الحكومة والبرلمان في طبرق لمساع تسوية السياسية فإن هناك من يشكك في جدوى هذه المساعي دون إبعاد حفتر عن المشهد العسكري والسياسي الفرقاء السياسية الليبيين بإمكانهم تسوية الخلافات منذ سنوات قديمة أساسا ولولا أن حفتر هو الذي زج بقواته وزج بوحاول الوصول لكرسي السلطة بقوة السلاح وهو الذي أنهى وقضى على كل حلول سلمية للأجمع الليبية وهو لأنه حريص أساسا على الوصول لسلطة بقوة السلاح وفيما ينتظر أن تستأنف المحادثات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري فإن الجولة المقبلة ستركز على استكمال الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الاتفاق المعلني وتفعيله يترقب الشارع الليبي تنفيذ مخرجات اتفاق المغربي على الأرض من خلال تثبيت وقف إطلاق النار في سيرت وشروع في عملية سياسية تنهي صراعا طال أمده زياد الحجاجي تي أرتي عربي ترابلس وينضم إلينا من العاصمة الليبية ترابلس صعود المجلس الأعلى لدولة الليبية الأستاذ عبدالقادر لحويلي أستاذ عبدالقادر مرحبا بك مباحثات في بوزنيقة المغربية وبالتوازي أيضا مباحثات في جينيفا السويسرية وحديث عن الاتفاق ما بين وفد المجلس الأعلن لدولة الليبي ووفد برلمان طبرق على معايير تولي المناصب السيادية في الدولة ما هي تلك المعايير وعلى أي شيء تم الاتفاق في المغرب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله طبعا الليبيين رحب بمشاهدي قناة TRT عربي ومضيوفك كرام طبعا الليبيين إذا التقوا لوحدهم بدون تدخلات خارجية أكيد يصلون إلى اتفاق وهذه الجلسة يعني ميزة فيها أنه الليبيين لوحدهم بدون وجود لا سفراء دول متدخلة ولا سفراء دول عظمى مراعية أو مراقبة حقيقة كان اجتماعا جيد على حسب ما وصلنا ورشح إلينا حتى هذه اللحظة المعايير لم تصلنا بعد هناك جلسة إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم للمجلس الأعلى للدولة لتعرض علينا هذه المعايير التي توصلوا إليها ولكن رشح إلينا هناك تقسيم جغرافي بحكم أن هناك ادعاءات على أن هناك عدم مساواة في توزيع الثروات ومناصب السيادية فتم الاتفاق على توزيع المناصب السيادية بحيث تسمي الأقليم الثلاثة اللي هي برقة وفزان وطرابلس السابقة أن تسمي أقليم فزان يسمي رئيس المحكمة العليا ورئيس هيئة المكافحة الفساد أقليم برقة يسمي بصرف ليبيا المركزي إلى الرقابة الإدارية وأقليم طرابلس يسمي النائب العام والمفوضية العليا للانتخابات ودوان المحاسبة هذه المناصب التي تعتبر سيادية على حسب الإعلان الدستوري وعلى حسب الاتفاق السياسي الليبي المتفق عليه تسرب أن توزيع الشخصيات على المناصب السيادية كان نقطة خلافية ما بين الوفدين فوفد برلمان توبرق كان يتمسك بالشخصيات ووصفت بأنها قريبة من عجلة صالح رئيس برلمان توبرق وحتى رئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبي كان يروج أن عجلة صالح يريد أن يحصل على هذا المنصب لنفسه ما حقيقة ذلك؟ هو الحقيقة أن لما ندخل في الأسماء والتفاصيل هذه يدخل الشيطان المعايير والآليات هي التي تحدد هؤلاء الشخصيات حتى هذه اللحظة لم يتم التطرق إلى أسماء بحدداتها فعندما توضع المعايير والآليات طريقة التي سيتم اختيار بها هؤلاء الشخصيات بعد أن توضع المعايير من تنطبق عليه المعايير وتنطبق عليه الآلية سيختار بالتأكيد حتى هذه اللحظة لا توجد أسماء ربما يكون أثناء الحوار هناك محاولة أن الوضع المعايير التي تناشب شخصية معينة فربما تداركها الأطراف وكل الأطراف قالت أن المحادثات كانت جيدة وننتظر الوفد الذي ذهب لكي يطلعنا إن شاء الله على ما تم فيها وطبعا ما تم في المغرب لن يعتمد للتطبيق حتى يعتمد من مجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب بعد هذه الخطوة التي أنتم فيها الآن وبانتظار عودة الوفد ومناقشة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ما الخطوة القادمة هل سيكون هناك جلسة مفاوضات مباشرة تجمع الأطراف الليبية وإن تم ذلك على أي أساس ستنطلق هل على اتفاق سخيرات أو على مخرجات برلين أو على أي شيء حتى هذه اللحظة حتى مخرجات برلين إذا قلنا مخرج برلين مخرجات برلين مادة 25 تقول الاتفاق السياسي هو الإطار للحوار واضح الكلام هذا فيه حتى لو قلنا على مخرجات برلين الاتفاق السياسي موجود يعني حاليا الوثيقة الحاكمة في الدولة الليبية هو الاتفاق السياسي الليبي المعتمد من مجلس الأمن بقرار 2259 أصبح واضح وجليل هذه الأرضية التي سنتفق عليها ولكن المجلس الأعلى للدولة رؤيته الأولى هو الاتفاق على قاعدة دستورية للانتلاق بها إلى الانتخابات الرئاسية وبرلمانية لا نريد انتخابات بدون دستور للمرحلة القادمة ولا نريد المرحلة القادمة أن تكون طويلة أكثر من اللازم فالحوارات ستنطلق إن شاء الله بين فريقي مجلس النواب 13 زي 13 زي 13 الذي أقرته الأمم المتحدة وهذا ما سنضغط عليه في الأيام القادمة من مجلس الأعلى للدولة بأن يستمر الحوار على نفس الوتيرة التي بدأت بها في المغرب الشقيق أي اتفاق يتم التوصل إليه حتى ما جرى التوافق عليه في المغرب ما الذي يضمن تطبيقه على الأرض يعني بالنظر إلى المعطيات على الأرض هناك تحريك للميليشيات في صفوف ميليشيات خليفة حفتر باتجاه سيرت وهناك أطراف وحضرتك تعلم أكثر مني في هذا الأمر لا تريد حل سياسي في ليبيا وإنما تراهن على الخيار العسكري كيف يمكن تطبيق أي اتفاق في هذا الحال الحل العسكري تبت فشله والحمد لله هناك دول ضامنة يجب أن تكون في الصورة والأمم المتحدة يجب أن تكون في الصورة لتطبيق المخرجات لا نريد أن تتكرر عملية ما حدث في اتفاق السخيرات يعني الحقيقة فرق الحوار لن يخرجوا هذا ما نطلب به نحن في مجلسة على الدولة من أي جلسة من على الطاولة حتى يتم التوقيع على ما اتفق عليه ويتم إقرارهم مجلس النواب ومجلس الدولة هذا ما نسعى إليه وتكون المشاورات على تواصل بين رئاسات وليجان المجلسين في هذا الإطار ونتمنى أن ننجح فقط في العملية الدستورية والباقي الدستور كفيل بحل كل المعضلات الأخرى المؤسسة العسكرية المؤسسة الأمنية المشاكل الاقتصادية ستحل ولم يقر الدستور وهذا ما نسعى إليه نحن كمس على الدولة أما ما يتفق عليه من اتفاق جينيف الحقيقة هو هذا الأهم يعني ما ترعاه الأمم المتحدة في جينيف هو هذا الهم الذي نراه يعني الدول الراعية يجب أن تكون ضامنة للمخرجات هذا الاتفاق الحل العسكري انهار وتبت لكل الدول حتى فرنسا حتى فرنسا ومصر تبت لديها أنه لا حل العسكري ولا تستطيع تحاول حاليا جاهدة ورأينا المدة اللي فاتت في دعوة لبعض أعضاء مجلس النواب طرابل ثم أعضاء مجلس النواب للقاهرة للتشويش على ما يحدث في المغرب ولكن نحن تداركنا هذا الموقف وقلنا أن ما ترعاه باعتزم المتحدة هو الذي سيصير ما يحدث في القاهرة هذه الأيام لا ترعاه باعتزم المتحدة وهي عبارة عن كأنها محادثات ومحاولة إلى فتح قنوات تواصل شكرا جزيلا من العاصمة الليبية ترابلس وضو المجلس الأعلى للدولة الليبية الأستاذ عبدالقادر لحويلي مجالنا متواصل مشاهدين لكن بعد هذا الفصل أهلا بكم من جديد تقوم السلطات في ميانمار بحذف أسماء القرى التي كان يعيش فيها مسلمون روهينجيا بأقليم عركان قبل نزوحهم جراء عمليات الإبادة الجماعية التي نفذها جيش ميانمار قبل ثلاث سنوات وذلك وفقا لخرائط الأمم المتحدة لهذا العام فيما استبعد البرلمان الأوروبي زعيمة ميانمار أونغ سانسوتي من مجموعة حائزي جائزة سخروف الحقوقية المرموقة بسبب موافقتها على قمع أقلية الروهينجيا المسلمة نموذج مثالي لجرائم التطهير العرقي هذا هو الوصف الذي أعطته الأمم المتحدة لممارسات الإبادة الجماعية التي تقوم بها ميانمار تجاه مسلمين روهينجيا لكن قوات ميانمار لم تكتفي بحرق نحو أربعمائة قرية من قرى الأقلية المسلمة وتشريد أكثر من سبعمائة وثلاثين ألفا منهم وإجبارهم على النزوح قسرا إلى مخيمات فقيرة في دولة بنجلاديش المجاورة فحسب بل تمح الآن أي أثر يشير إلى أنهم عاشوا ذات يوم على تلك الأرض فوفقا لوحدة رسم الخرائط التابعة للأمم المتحدة فإن أسماء أكثر من عشر قرى على الأقل كان يقتنها مسلمو الروهينجيا منذ عقود اختفت من خرائط ميانمار وبات موقعها مجهولة ومع اختفاء قرى مسلمين الروهينجيا من الخرائط تبني سلطات ميانمار عشرات من المباني العسكرية إضافة إلى تشييد تجمعات جديدة للبوذيين في محاكاة ليست ببعيدة عن سيناريو المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية واستغضي الأمم المتحدة الطرف سواء عن هذا أو ذاك فمبعوثة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان إلى ميانمار يونغ لي قالت إن الأمم المتحدة كانت متواطأة في السماح بحدوث ذلك من خلال عدم التحرك بقوة لوقف ممارسات حكومة ميانمار مشيرة إلى تعمودها عرقلة عودة مسلمين روهينجيا إلى قراهم فيما وصفته بطريقة لإبادة هويتهم الأساسية وينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت الباحث في الشؤون الأسيوية الدكتور نبيل سرور دكتور نبيل مرحبا بك بداية ما دلالة ما تكشفه الأمم المتحدة عبر تقاريرها من جرائم وانتهاكات تقوم بها سلطات ميانمار وجيش ميانمار بحق أقلية مسلمية روهينجيا في إقليم أركان ما من شك بأن ما يجري في إقليم أركان تندى له جبين الإنسانية بمعنى أن كل هذه التقارير التي تحدث عن انتهاكات لحقوق الإنسان تتحدث عن تهجير عشرات الآلاف من المواطنين من ديارهم الأصلية قتل واعتداء واغتصاب كل هذا يدلل بأن سلطات ميانمار لا تعير أبدا أي اهتمام لحقوق الإنسان والقوانين والمواثيق الدولية تطرد سكان البلاد الأصليين وتسعى إلى إقامة نظام دكتاتوري يصادر حقوق الناس ويتعدى عليهم لست أدري إلى أي مدى يمكن لهذا الضمير الإنساني على مستوى العلاقات الدولية وعلى مستوى منظمات حقوق الإنسان أن يسكت طويلا هناك تقارير يندى له الجبين كما قلت لمنظمات حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة ولكن لحد الآن هناك صمت مريب من الدول الكبرى والدول المجاورة لما يعمار تجاه ما يجري من انتهاكات دائمة هناك في ضوء تعثر التواصل إلى آلية عقبية عن طريق الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي هل يمكن البناء على هذه التقارير وعلى الشهادات التي تصدر وصدر مؤخرا عن عسكريين منشقين من جيش ميانمار هل يمكن البناء عليها في مسار قانوني من خلال محاكمات دولية بالطبع تعلمنا من الكثير من تجارب الدول بأن شهادات الأبرياء الذين ينتهكون أو شهادات كبار الضباط أو غيرهم أو شهادات الناس العاديين ربما توثق في ملف دولي ملف حقوقي ربما يكون نواة أساسية من أجل التشهير بهذه الدول أو التشهير بهذه القوى التي تنتهي حقوق الإنسان في ميانمار أو غيرها أعتقد بأن هذه الشهادات تشكل رافدا أساسيا ووثائق أساسية توثق يعتمد عليها على المستوى الدولي في سبيل إدانة وفي سبيل تجريم كل القيمين على الشأن وعلى السلطات في هذه الدول إذن أقول بأن هذه الشهادات ربما تشكل نواة حقيقية ووثائق أساسية يبنى عليها كونها موثقة بشهادات صوت وصورة وبصور وبوثائق توثق لهذه الانتهاكات وربما ينجز من خلالها ملف يفتح في الوقت المناسب لإدانة الجهات المتسببة لهذه الجرائم ضد الإنسانية أشكرك جزيلا من العاصمة اللبنانية بيروت الباحث في الشهون الأسيوية الدكتور نبيل سرور على طاولة تفاوض تجلس الحكومة الأفغانية وحركة طالبان مجددا في سبيل إنهاء الحرب المستمرة في البلاد وإحلال السلام ومن المتوقع أن تكون المفاوضات عملية صعبة إذ يكافح الجانبان من أجل إنهاء القتال ومنقشة سبول حماية حقوق المرأة والأقليات وسيكون مصير عشرات الألف من مقاتلي طالبان المسلحين وكذلك الميليشيات الموالية لأمراء الحرب المتحلفين مع الحكومة على جدول الأعمال إلى جانب التغييرات الدستورية بأفغانستان أبرز محطات حركة طالبان في التقرير التالي حركة طالبان هي حركة أفغانية مسلحة تستند إلى قبائل البشتون اسم الحركة هو جمع كلمة طالب في لغة البشتو تأسست عام 1994 على يد الملة محمد عمر في ولاية قندهار جنوب غرب البلاد ونجحت خلال فترة وجيزة في الانتشار في أغلب ولايات وأقاليم أفغانستان خلال عامين سيطرت طالبان على معظم البلاد لتسقط العاصمة كابل في يدها بعد انسحاب القوات الحكومية إلى الشمال وأعلنت توليها الحكم في البلاد عبر قيام إمارة أفغانستان الإسلامية واعترفت بها كل من باكستان والسعودية والإمارات هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 كانت نقطة تحول لطالبان إذ وضعت الولايات المتحدة الأمريكية الحركة هدفا لها متهمة إياها بدعم عناصر القاعدة المتهمين بتنفيذ الهجمات ليسحب حليفة واشنطن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اعترافهما بحكومة طالبان بعد شهر فقط من الهجمات احتلت الولايات المتحدة أفغانستان بالتنسيق مع الجبهة الإسلامية القومية لتحرير أفغانستان لتدخل طالبان حربا طويلة الأمد مع القوات الأمريكية وحلفائها في البلاد عام 2012 وبعد سنوات من القتال عقدت أول محادثات سلام بين طرفي الصراع إلا أنها فشلت بسبب تعليقها من قبل الحركة وفي يونيو عام 2013 فتحت حركة طالبان مكتبا لها في العاصمة القطرية الدوحة تمهيدا لإيجاد حل للصراع القائم في أفغانستان عبر وساطة قطرية وأثمرت خطوات الحركة تلك وتوصلت مع واشنطن إلى صفقة جرى بموجبها إفراجوا الحركة عن جندي أمريكي مقابل إطلاق خمسة من قادتها كانوا معتقلين في سجن جوانتانامو عام 2015 أعلنت الحركة وفاة المؤسس الملة محمد عمر وانتخاب مجلس الشورى للحركة الملة أخطر منصور زعيما جديدا لها بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية عام 2017 دخلت المفاوضات بين حركة طالبان والحكومة الأمريكية فصلا جديدا واستؤنفت الجهود مرة أخرى لإنجاحها وأفرج عن الرجل الثاني في الحركة عبدالغان برادر الذي كان معتقلا لدى السلطات الباكستانية وفي الخامس والعشرين من فبراير عام 2019 التقى ممثل طالبان والولايات المتحدة لأول مرة في إطار مفاوضات للسلام جرى تنظيمها في العاصمة القطرية الدوحة وفي نهاية فبراير عام 2020 وقعت الولايات المتحدة وطالبان في العاصمة القطرية الدوحة على اتفاق نهائي يمهد لإحلال السلام وإنهاء الحرب في أفغانستان وإلى المجال الرقمي وآخر ما تدوله رواد المنصات لهذا اليوم مع زميلة زينة جمول تفضل زينة شكرا لك عيسام أهلا بكم بعد مرور شهر وبضعة أيام على الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت والذي دمر مناطق واسعة من العاصمة اللبنانية ها هو حريق آخر يندلع في مستودع لإطارات السيارات والزيوت خوف ورعب أثاره الحريق في نفوس اللبنانيين تصف صاحبة هذا الحساب ما حصل بالجزء الثالث من فيلم الرعب الذي يعيشه لبنان وتقول إنها فتحت النوافذ في منزلها القريب من المرفأ واختبأت مع أهلها في ممر آمن خوفا من أي انفجار محتمل فيما يقول هذا المغرد إن ما حرق هو أعصاب المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة أمام استهتار السلطات هذا فيديو تدوله المغردون على نطاق واسع ووصفوه بالموجع عمال في المرفأ يهربون بعد اندلاع الحريق فدماء زملائهم الذين قضوا في التفجير لم تجف بعد ومشاهد الموت ما زالت حاضرة في ذاكرتهم أما هذا ففيديو آخر انتشر على تويتر بيروت باتت مصدرا للرعب في نفوس الأطفال في الأثناء حذر خبراء بيئيون من الدخان الذي نتج من حريق المرفأ ودعوا المواطنين إلى الحذر فهذا الدخان قد يتسبب بالاختناق وضيق التنفس وربما الإصابة بمرض السرطان الخبير البيئي مصطفى رعد دعى المواطنين إلى أغلاق النوافذ للحماية من حالات ضيق التنفس والاختناق في إطار متصل وجه المواطنون سهام نقدهم للسلطات وتساءلوا هل ينقصنا هذا التلوث والأمراض بدوره يتهم صاحب هذا الحساب السلطات اللبنانية بقتل شعبها إما بالتفجيرات أو بالحرائق والأمراض الناجمة عن التلوث لكن أبرز الاتهامات التي وجهها المواطنون للسلطات تتعلق بالمسؤولية المباشرة عما حدث وذهبوا إلى أبعد من ذلك حيث قالوا أن الحريقة افتعل من أجل إخفاء الأدلة المتبقية على جريمة الانفجار الكبير بدورها قالت هذه المغردة أن مسرح الجريمة ليس للتمثيل بهذا الشكل أما صاحب هذا الحساب فطرح ألف علامة استفهام كما قال كيف لمسرح جريمة توجد فيه كل أجهزة الدولة وفرق التحقيق أن يشهد حريقا بهذا الحجم وفي الإطار فجرت الصحفية اللبنانية يمنى فواز مفاجأة حيث عرضت مشاهدة لمكان حصول الحريق تظهر وضع ملفات إدارة الجمارك في حاويات بشكل يدل على تجميعها بهدف التخلص منها كما قال كثيرون وسط مطالبة للجهات الأمنية بتوضيح هذا الأمر هذه الصورة تم أخذها بـ 9 أيلول 2020 هذه صارت بـ 10 أيلول 2020 هذه الصورة من البيت هذه الصورة بيبين معنا ملفات الجمعية كلها كيف مجمعها وموجودة بألف مستودعات السياسيون في لبنان لم يغيبوا عن المشهد على رأسهم رئيس الجمهورية وبعض الوزراء الذين استفزوا بتصريحاتهم وتغريداتهم شريحة كبيرة من المواطنين في لبنان الرئيس اللبناني ميشيل عون غرد قائلا أن حريق المرفأ قد يكون عبلا تخريبيا أو نتيجة أهمال فرد عليه المواطنون بشكل لاذع وقاموا بتذكيره بوعده بإنجاز التحقيق المتعلق بانفجار المرفأ في غضون خمسة أيام وبعد أكثر من شهر ما زال الشعب اللبناني ينتظر هذه تغريدة أخرى لعون قال فيها أنه لم يعد مقبولا أن تحصل هذه الأخطاء والكوارث هذا الناشط رد عليه بالقول أن ما لم يعد مقبولا هو وجود رئيس لا يتحمل مسؤولياته ويلوم الآخرين ويقول لم يعد مقبولا بدوره وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ميشيل نجار قال أن سبب الحريق يعود لتطاير شرارة نتيجة أعمال حدادة في المرفأ تصريحات الوزير ميشيل نجار أثارت غضب الناشطين أحد المغردين قال يا زلمي ما في غير سيناريو اللبنانيون لم ينسوا توجيه التحية لعناصر الدفاع المدني الذين يضحون بأرواحهم غير آبهين بالمخاطر التي توحيط بهم في دولة وصفها المغردون بالمتهرئة يوسف الملاح هذا الشخص الظاهر في الصورة بات مشهورا في لبنان يصفه المغردون بالبطل ففي كل كارثة يكون أول الحاضرين عكس المسؤولين المفارقة أن يوسف واحد من بين 2500 عنصر في الدفاع المدني يطالبون بحقوقهم منذ سنوات والدولة لا تأبه بهم شكر من القلب وجهه اللبنانيون أيضا لفريق الدفاع المدني الفلسطيني الذي حضر يوم أمس للمساعدة في إطفاء حريق المرفأ تماما كما ساعد الناس بعد الانفجار بيروت إم الكل قالها اللبنانيون للفلسطينيين وأيضا للعنصريين من أبناء جلدتهم وسياسيها بهذا نأتي مشاهدين إلى ختام المجال الرقمي أما الآن فأعود إليك عيصان شكرا لك زينا يقوم فنان تركي في ولاية إلزغ شرقية البلاد واسمه فاتح بقير بتخليد ذكريات وتاريخ الحي الذي يسكن فيه عبر نقش صوره القديمة على الخشب بقير المقيم في حي خربوط بدأ في مشروع لنقش صور لحيه على الخشب نظرا إلى ما تتميز به هذه الصور من تاريخ يعود إلى ما قبل 1800 عام لنتابع قصته أبلغ من العمر 35 عاماً منذ عشرين سنة أنقش لوحات على الخشب لكنني قمت بمسج فن النقش على الخشب وفن التزيين لا أعلم ما إذا كان هناك مثال سابق لهذا الأمر لكنني هنا في ولاية إلزغ شرقية تركيا أنا الحرفي الفريد في هذا المجال مسقط رأسي حي خربوط وهو مركز آلزغ ويتميز بتاريخه وحضرته يعد أحد مراكز الثقافة في المنطقة ويضم عدداً من المعالم التاريخية منها كليسة مريم وقلعة خربوط والجامع القديم الشهير بمئذنته المائلة وللتعرف على هذه البلدة التي أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في قائمة مواقع التراث العالمي درست كثيراً عن المعالم التاريخية وبحثت عن أقدم صور فوتوغرافية للمدينة للتعرف على أقدم شكل لهذه المعالم وجدت صوراً تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين أن يمكن وصفها بأواخر العهد العثماني وبدايات الجمهورية التركية الأمر الذي شجعني مرة أخرى لأواصل حفر الصخور القديمة على الخشب وتخليل ذكرياتي وتاريخ هذه المدينة هذا يسعدني بل يشرفني وليقدر به ثمن بهذا نات إلى ختم مجالنا لهذا اليوم الذي ناقشنا فيه حماية ترامب لبن سلمان في قضية خشقجي تصاعد توتر شرق المتوسط وموقف تركيا وليبيا وماذا بعد مشاورات المغرب وسويسرا شكراً لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله شكراً للمشاهدة اشتركوا في القناة